التعليقات دي بشوفها كتير جدا عندي هنا على فيديهات القناة وهي خاصة بالتعطيل طبعا اي علاج عندي هنا في القناة بفضل الله يفك اي تعطيل لو عملت اي فايدة بتيقن وبتركيز مع ربنا فاي فايدة كافية ان هي تفكلك تعطيلك الاسكار مع الله جميلة جدا ولكن لها بعض الالتماس كمثل ان انا ما كرنش اي امنية انا عايزها بالذكر انا بعمله بالقرآن ممكن كراءة صورة او استغفار او تزبيح ولذلك في الفيديو ده هقدم لك افضل ثلاث سور لفك التعطيل يعني اللي هو عدم توفيقك في حياتك بصفة عامة طبق البرنامج اللي هدهولك ده والسورة الاولى سورة الملك والسورة دي مش طويلة يعني عدد اياتها مش كبير ولا حاجة عشان يزهقك من الكراءة ولا حاجة ودي الخطوة الاولى الخطوة التانية اللي هي السورة التانية سورة كاف يبقى كده اتنين السورة التالتة وبالنسبة لي دي مهمة جدا سورة التكوير يبقى قلنا الملك وقلنا كاف وقلنا سورة التكوير البرنامج ده يلي انت متعطل وحياتك فيها لغبطة وانت مش عارف اللغبطة دي جايلك منين ممكن تكون مصحور او ممكن تكون محسود او ممكن تكون عندك الامور دي او ممكن تكون ذنوب البرنامج ده انا عايزك تطبقه صباحا ومساءا قبل ما تنام واول ما تصحى من النوم وامشي عليه لمدة 14 يوم اسبوعين وربعات ما تقطعش ما تغيبش الاخت مثلا اللي عندها عزر شرعي تقدر تكمل العدد بعد ما تنتهي فترة العزر الشرعي ما فيش اي مشكلة وانت ماشي في البرنامج يعني رائب بقى النتائج تحسين في الصحة هيبقى وضع ايه معاك طيب التحسين في طاقتك نفسها طاقت جسمك بعد وانت ماشي فيه البرنامج ده هيبقى الوضع ايه معاك طيب الفكر الزائد بعد تطبيقك للبرنامج ده هيبقى وضع ايه معاك هي دي النتائج اللي انا عايزك ترقبها وانت بتطبق البرنامج ده صورة كاف ولو كل انسان محافظ على صورة كاف انسان كارينك اللي هو شيطانك ياخد منك معلومات ويديها مثلا للسحر اللي بيجدد لك السحر طول منتا ملتزم بكراكة الصورة دي بشكل يومي يعني ما تفصلش في كراكتها طول منتا حياتك فيها سلبيات شيء جميل جدا وانت بتلجم كارينك ما ياخدش منك اي تحركات ويديها للشخص اللي بيأزيك صورة التكوير ودي من الصورة انا واحد من ضمن الناس المحببة جدا على قلبي وفضلها كبير جدا وبرضو عدد اياتها يعني قصيرة مش طويلة زهائك في الكراكة ولا حاجة وانت بتكرق فيها هتشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في الصورة دي ايه صدقا للكلام للمعلومات والفوائد اللي بتتقدم لكم بطريقة التنفس الشهيك والزفيك النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في صورة التكوير كده صباحا كل يوم ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الصورة دي وايضا بتقفل هانة الجسم من كل العيون اللي بتترشأ في الطاقة تبعك وممكن تكون العيون دي عملالك برضو تعطيل كمثل الحسد يعني الصورة التالتة وهي الملك صورة الملك فالملك كله لله والصورة دي برضو نتكلمت عنها في فيديوات عندي هنا في القناة كتير جدا لان من يلزم صورة الملك مستحيل يكون عايش حياته في سلبيات انسى الجزئية دي يبقى معنا كده الثلاثة وارا بعض وطبعا لو مش كل مرة هقول اعمل تنفس في الكراءة دايما نخلينا المبدأ بتاعنا اللي احنا ماشينا عليه هنا فيه فوائد اللي بنقدمها هنا في القناة التنفس بيد التركيز والتركيز بينجح الاسكار اللي انت بتعملها مع ربك بينك وبالربنا سبحانه وتعالى وبتحس النتائج فخلينا متفقين على المبدأ ده التلات صور صباحا تجيبهم وارا بعض ومساء قبل النوم تجيبهم وارا بعض يعني كإنها جلسة قبل ما تنام وجلسة اول ما تستيقز من النوم مع التزامك بالصلاة خلي بالكم الفوائد من غير صلاة ما لهاش قيمة لان فقط الشرط الاولاني حبل الاتصال ما بينه وما بورك بينه سبحانه وتعالى حتى لو كنت مهمل فيه ده فرض عليك لابد من اداءه يعني عامل بالزبط كده زي الاكل والشرب انا اقدر اعيش من غير اكل وشرب احطه ببطني لأ طبعا ما ينفحش يبقى الصلاة زي كده بالزبط مهم جدا تكون يعني حاطة نية وواضع انك انت بتعمل ذكرة مع ربنا سبحانه وتعالى في الصور دي وبتشحن من الصور الجميلة دي وبتقفل طاكت جسمك من الصور الجميلة دي وبتلجم شيطانك او كل انسان فينا له كارين اللي هو الشيطان وبتلجم شيطانك انه يبعد عنك من عملية الوسوسة اذا كان عند السمع او اذا كان عند القلب وحتى في الوعي هتفرق معاك لما تلتزم بيهم بشكل يومي الطاقة نفسها اللي انت هتاخدها منهم الناس اللي انت بتتعامل معاها هيشوفوا فيه فرق في تعاملك في كلامك في اسلوبك في طريقتك اللي معاك في البيت وكمان اللي معاك في الشغل واللي حتى يعني الناس اللي هي انت عارفها والناس المقربة لك هيشوفوا عليك فرق لما تلتزم بالبرنامج الجميل ده ولا يستطيع اي انسان يأذيك على وجه الارض طول ما انت بلتزم بالتلت صور دول قاف الملك التكوير نسأل الله لنا ولكم التوفيق وربنا ما يحرمنا منكم جميعا ونحبكم في الله ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة